بعد أن كنا قد تحدثنا عن تكوين الجماعة نتحدث اليوم عن حجم الجماعة وأثر هذا الحجم على الإنتاجية لأن هناك كثير من الأبحاث أجريت لمعرفة أثر حجم الجماعة على مستوى تفاعل أعضائها وعلى مستوى الرضا أو درجة الرضا لديهم وتأثير ذلك على إنتاجية أعضائها وبالتالي نتحدث عن أثر حجم الجماعة على مستوى تفاعل أعضائها ودرجة الرضا لديهم وإنعكاز ذلك على إنتاجيتهم ونقول أن الجماعة الثقيرة هناك متسع من الوقت لأفرادها للنقاش والمشاركة أي أن العدد الصغير يتيح لكل فرد من بين أفراد هذه الجماعة إلى إبداء رأيه والمشاركة والنقاش بصورة فعالة وهذا الأمر غير موجود في المجموعات الكبيرة لضيغ الوقت بالتالي لن يكون هناك وقت للمناقشة ونقول أن وقت المناقشة في المجموعة الكبيرة محدود سلوك الجماعة ذات العدد المزدوج يختلف عنه عن سلوك الجماعة ذات العدد الفردي وخصوصا في المسائل التي تتطلب الترجيح لأن العدد الفردي يكون فيه الترجيح لصاحب أو أصحاب الآراء الأكثر من العدد الآخر بينما عدد الزوجي يستحيل هذا الترجيح كذلك ارتفاع نسبة التفاعل لدى المجموعة الصقيرة نسبة لأن الوقت متاح للمناقشة والمشاركة لكل عضو من أعضاء المجموعة هذا يزيد من مستوى الرضا لدى جميع أعضاء المجموعة نتحدث كذلك اليوم عن أنواع الجماعات ونقول أن الجماعات يمكن تقسيمها إلى جماعات رسمية وجماعات غير رسمية الجماعة الرسمية هي التي يحدد القانون أنشطتها وكذلك الجهاز الإداري والسلطة والمسؤولية وطرق العمل كل ذلك يتم بصورة رسمية لذلك سميت بالجماعة الرسمية تصهر هذه الجماعات في شكل وحدات وأغسام النوع الثاني هو الجماعة القير رسمية والجماعة القير رسمية المراد بها هو التفاعلات والأنشطة لكن التي تكون خارج الأنظمة واللوايح والقوانين لذلك نقول أن الجماعة الرسمية هي التي تكون ضمن اللوايح والأنظمة والقوانين والجماعة القير رسمية هي الجماعة التي يكون فيها التفاعل والأنشطة خارج الأنظمة واللوايح والقوانين فيدلر قام بتقسيم أنواع الجماعات إلى جماعات تفاعل وجماعات تعاونية وأخيرا قسمها إلى جماعات مضادة جماعات التفاعل هي الجماعات التي تكون درجة الاعتمادية فيها عالية أي أن إنتاج العضو يعتمد على الإنتاج الآخرين يصهر ذلك بصورة واضحة إذا كان هناك خط إنتاجي فيها أكثر من عامل فإن كل عامل يعتمد إنتاجه على العامل الذي يسبقه وهكذا إذن نقول أن جماعات التفاعل درجة الاعتمادية فيها عالية درجة الاعتمادية فيها عالية جدا وهناك النوع الثاني هو الجماعات التعاونية ويعمل الأعظام وبعضهم البعض ولكن يعملون بنوع من الاستقلالية عكس الجماعات التفاعل لأن جماعات التفاعل فيها اعتمادية كبيرة لكن الجماعات التعاونية يكون فيها استقلالية مثال ذلك المتاجر يعملون في مكان واحد ولكن يعملون باستقلالية هؤلاء العمال عن بعضهم البعض النوع الثالث وفقا لفيدلر هو جماعات المضادة والجماعات المضادة من أمثلتها مجموعات التفاوض وهذه المجموعات تكون لها مهمة محددة تقوم على إنجاز هذه المهمة تعمل على إنجاز هذه المهمة إذن هذه أنواع للجماعات سواء كان تقسيمها إلى جماعات رسمية وغير رسمية أو سواء كان تقسيم فيدلر لأنواع جماعات إذ قسمها إلى جماعات تفاعل وجماعات تعاونية وجماعات تضاد ما هي العوام المؤثرة على سلوك الجماعات؟ هذه العوامل أولا السياسات والأنظمة والقوانين تؤثر بدرجة كبيرة على سلوك الجماعة فلسفة الإدارة ومفهومة تجاه هذه الجماعة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمنظمة سلوك الجماعة نفسه يتأثر بالثقافة ومستوى الإدراك والشخصية للأفراد المكونين لهذه الجماعة وكذلك النمط القيادي المتبع القائد له دور كبير وله تأثير كبير في سلوك العاملين في المنظمات إذ أن القيادة في مفهومها تعني التأثير في سلوك المرؤوسين وقيادتهم نحو أو توجيههم نحو تحقيق الأهداف كذلك من العوامل التي تؤثر في سلوك الجماعة هي اختلاف مستوى الإدراك والفهم بالنسبة للأفراد المكونين للجماعة وآخيرا مقدرة الأفراد على إيجاد نوع من التواذن بين مقتضيات العمل والجماعات تحديدا الجماعات غير الرسمية هذه من العوامل التي تؤثر في سلوك الجماعة إلى أن نلقاكم في محاضر قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته